هو الوضع الاقتصادي وهذه الأزمة الجديدة زادت من تفاقم الأزمة الاقتصادية خصوصا على الطبقات والشرائح الضعيفة نسميها المعتمدة على الإجور اليومية المعتمدة على باب الله برزقها يوميا ناهيك عن اللي لم يكن عندهم معيل دائم فأصبحت الضغوط متزايدة وبالنتيجة هذه الأزمة ستولد تداعيات على المستقبل القريب والمتوسط وحتى البعيد لأنه العالم ينبه مثلا من أزمة غذائي يا أزمة ستولد بالمستقبل القريب ما شاء الله لدينا أزمة موازنة أزمة بناء تحتية أزمة طلبة أزمة تظاهرات